السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع في درس جديد من دروس التاريخ وعنوان درسنا لهذا اليوم الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي الجزء الثاني وسنتناول في درسنا اليوم الاستعمار الفرنسي على دولة الجزائر هيا نتذكر معا عزيز الطالب ما تم دراسته في درسنا السابق الذي كان بعنوان الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي الجزء الأول لقد تم دراسة الاستعمار الفرنسي في سوريا حيث وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو في عام 1916 ميلادي لتقسيم المنطقة العربية ثم تم الاعلان عن التقسيم في مؤتمر سانريمو في عام 1920 ميلادي ثم اعلن الانتداب الفرنسي على سوريا في عام 1928 ميلادي ايضا درسنا عن السياسة الاستعمارية الفرنسية في سوريا حيث تمثلت السياسة الاستعمارية الفرنسية في سوريا في عدة جوانب منها السياسي والاقتصادي والاداري ايضا درسنا عن حركة التحرر في سوريا حيث قامت العديد من الثورات ضد الاستعمار منها الثورة السورية الكبرى حيث بدأت في عام 1925 حتى عام 1927 ميلادي وذلك بزعامة سلطان باشا الأطرش حصلت سوريا على الاستقلال عام 1946 ميلادي من المتوقع عزيزي الطالب في ختم درسنا لهذا اليوم أن تكون قادرا على أن تفسر احتلال فرنسا للجزائر وأن تذكر السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وأن توضح موقف الشعب الجزائري من الاحتلال الفرنسي هدفنا الأول لدرسنا اليوم عزيزي الطالب سنقوم من خلاله بتفسير احتلال فرنسا للجزائر هيا معا بدأ التنافس الاستعماري في المغرب العربي في القرن التاسع عشر وكانت الجزائر أول دولة عربية تقضع للاستعمار الفرنسي وذلك في عام 1830 ميلادي حيث قررت فرنسا توجيه حملة عسكرية للجزائر اتخذت من حادثة المروحة ذريعة لمعاقبة الداي حسين وفي هذه الحادثة حدثت مشادة كلامية بعد زيارة القنص الفرنسي لقصر الداي حسين نتيجة مطالبة حاكم الجزائر فرنسا بدفع الديون المترتبة عليها للجزائر وقيام الداي حسين بدرب القنص الفرنسي على واجه بمروحة ورقية كانت بيده وطرد القنص من القصر واستغلت فرنسا هذه الحادثة وقررت تجهيز حملة عسكرية لضرب واحتلال الجزائر كما تذرعت بضرورة واضح حد للقرصنة البحرية التي يقوم بها الجزائريون ضد السفن الأجنبية في البحر المتوسط وبدأت أحداث الاحتلال الفرنسي للجزائر عندما انطلقت الحملة الفرنسية في عام 1830 ميلادي متجهة إلى الجزائر رغم مقاومة الجيش الجزائري إلى أن الفرنسيين تغلبوا عليهم وذلك بسبب تميز الجيش الفرنسي بتنظيمه وتدريبه وامتلاكه أحدث الأسلحة وقام بحسم المعركة لصالحه على الجيش الجزائري رغم مقاومة الجيش وبعد حسم هذه المعركة لصالح الفرنسيين اضطرت داي حسين بقبول الاستسلام وتوصل الطرفين إلى إبرام معاهدة تنص على فتح أبواب مدينة الجزائر أمام الجيش الفرنسي لدينا نشاط ناقش وأجب قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 130 والإجابة على نشاط ناقش وأجب بين أسباب هزيمة الجيش الجزائري أمام الفرنسيين أحسنت إجابة صحيحة وذلك لامتلاك الجيش الفرنسي أحدث الأسلحة والمعدات الحربية وتميزه وتدريبه وتنظيمه بشكل جيد ما النتائج المترتبة على هزيمة الجيش الجزائري أمام الفرنسيين؟ ممتاز إجابة صحيحة استسلام الدي حسين وعقد معاهدة بين الطرفين تنص على فتح أبواب مدينة الجزائر أمام الجيش الفرنسي بارك الله فيك التدريب الأول قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 137 والإجابة على السؤال الثاني النقطة الثانية هيا معا السؤال الثاني أجب عما يأتي ما النتائج المترتبة على حادثة المروحة؟ إجابة صحيحة تجهيز حملة عسكرية لضرب الجزائر واحتلالها إجابة صحيحة بارك الله فيك نأتي إلى ثاني أهداف درسنا لهذا اليوم ومن خلاله سنذكر سويا السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر عزيز الطالب شملت السياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر مختلف مظاهر الحياة فيها حيث اتبعت سياسة ذات طابع استطاني بهدف القضاء على المقومات الحضرية للشعب الجزائري وإخضاعه والتحكم فيه وتبين لنا ذلك من عدة جوانب فمن الجانب الاقتصادي صادرت فرنسا مساحات واسعة من الأراضي الممتلكة للمواطنين الجزائريين ومنحها للمستوطنين الفرنسيين ومن الجانب العسكري قامت فرنسا بزيادة أعداد الجيش الفرنسي في الجزائر لتثبيت الاحتلال بها أما في الجانب الإداري قامت فرنسا بتوطين الفرنسيين في الجزائر وتعينهم في الوظائف الهامة في الدولة أما في الجانب الثقافي أصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في البلاد أما في الجانب الاجتماعي تسجيع سكان فرنسا على الاستيطان في الجزائر وأخيرا في الجانب الديني اتبعت فرنسا سياسة التبشير بالدين المسيحي ومن هنا عزيز الطالب يجب علينا أن نعتز بلغتنا العربية وهويتنا العربية والحفاظ عليهم وحرص على تعلم اللغات الأخرى التدريب الثاني قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 137 والإجابة على السؤال الثاني النقطة الثالثة هيا معا السؤال الثاني أجب عما يأتي وضح مظاهر السياسة الفرنسية في الجزائر في الجوانب الآتية الجانب الاقتصادي والجانب العسكري والجانب الاجتماعي أحسنت إجابة صحيحة الجانب الاقتصادي مصادرة فرنسا مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للمواطنين الجزائريين ومنحها للمستوطنين الفرنسيين ممتاز من الجانب العسكري زيادة أعداد الجيش الفرنسي في الجزائر لتثبيت الاحتلال أما الجانب الاجتماعي فهو تشجيع سكان فرنسا على الاستيطان في الجزائر بارك الله فيك نأتي عزيز الطالب إلى هدفنا الثالث والأخير في درسنا اليوم ونوضح من خلاله موقف الشعب الجزائري من الاحتلال الفرنسي ويتضح لنا ذلك من حركة التحرر الوطني في الجزائر حيث قامت العديد من الثورات ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر وأهمها ثورة الأمير عبد القادر الجزائري حيث بايع الجزائريون عبد القادر الجزائري أميرا عليهم في عام 1832 ميلادي وقاد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي حتى استسلامه في عام 1847 ميلادي استمرت المقاومة الجزائرية حتى استقلال الجزائر في عام 1962 ميلادي بعد احتلال دامة 132 سنة أضف إلى معلوماتك عزيز الطالب أن من المقاومات الجزائريات جميلة بحريد ولدت في عام 1935 ميلادي هي مقاومة جزائرية انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاستعمار الفرنسي في عام 1954 ميلادي وقبض عليها في عام 1957 ميلادي وسجنت حتى أفرج عنها في عام 1968 ميلادي وتولت رئاسة اتحاد المرأة الجزائري قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 131 والإجابة على نشاط فكر وأجب هيا معا ما هو شكل المقاومة التي اتخذته ثورة عبدالقادر الجزائري ضد الاستعمار؟ ممتاز كانت المقاومة مقاومة مسلحة إجابة صحيحة التدريب الثالث قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 138 والإجابة على السؤال الخامس النقطة الأولى هيا معا السؤال الخامس من خلال الخطوط الزمنية أجب عن الأسئلة التي تليها اكتب الأحداث التاريخية الخاصة باستعمار الجزائر تحت الخط الزمني ممتاز إجابة صحيحة في عام 1830 ميلادي خضوع الجزائر للاستعمار الفرنسي أما في عام 1832 ميلادي بايع الجزائريون عبدالقادر الجزائري أميرا لهم أما في عام 1847 ميلادي استسلام عبدالقادر الجزائري وأخيرا في عام 1968 ميلادي حصلت الجزائر على استقلالها بارك الله فيك وصلنا عزيز الطالب إلى ختام درسنا لهذا اليوم الذي كان بعنوان الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي الجزء الثاني هيا معا نسترجع كافة المعلومات التي درسناها في درسنا اليوم درسنا عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر حيث كانت دولة الجزائر أول دولة عربية تخضع للاستعمار الفرنسي في عام 1830 ميلادي درسنا أيضا عن السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تمثلت مظاهر السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر من عدة جوانب الاقتصادي والعسكري والإداري والثقافي والاجتماعي وأخيرا الديني أيضا درسنا عن حركة التحرر الوطني في الجزائر ومن أهم الثورات التي قامت ضد الاستعمار الفرنسي ثورة الأمير عبدالقادر الجزائري حيث استمرت المقاومة الجزائرية حتى الاستقلال في عام 1962 ميلادي لقد وصلنا عزيز الطالب إلى الغلق الختامي لدرسنا اليوم هيا قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 136 والإجابة على السؤال الأول النقطة الثالثة السؤال الأول اختر البديل المناسب من بين البدائل الآتية عدد السنوات التي استمر بها الاحتلال الفرنسي للجزائر أحسنت ممتاز إجابة صحيحة 132 سنة أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع أود أن أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا اليوم ومشاركاتكم المتميزة وأود أن أنوه من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر